معنا من القدس الكاتب البحث السياسي فراسي يا أغي أستاذ فراس مرحبا بك معنا إذن بداية ما هي قراءتك لهذه التطورات وهنا نحن بصدد جولة مفتوحة أم عملية محدودة مساء الخير لألك للمشاهدين ودعيني أترحم على شهداء في قطاع غزة الذين سقطوا نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغير مسبوك على القطاع والذي يتجاوز حتى كل الأعراف الدولية والإنسانية خاصة أن هناك وساطة مصرية كانت تتم بين فصائل المقاومة في غزة ومبين الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لابيد قام بهذا القرار هو وحكومته وغانس لعجل الانتخابات لا أكثر ولا أقل وهم ذاهبون إلى الانتخابات خلال ثلاثة شهور وهو متهم بأنه ليس لديه أي بروفايل عسكري وبالتالي اتهم من قبل اليمين بأنه ضعيف وأنه يلتزم بقرارات من منظمات أسموها إرهابية خاصة أن الجهاد الإسلامي توعد بالرد على اعتقال القائد السعدي في جنين والرد على استشهاد أحد مناضلية الصرايا في مخيم جنين وبالتالي استبقت إسرائيل رد الصرايا وقامت باغتيال تسير الجعبري تأكيدا منها على أنها لن تستطيع أن توافق على المطالب التي قدمتها الجهاد الإسلامي للوسيط المصري الذي نقلها لإسرائيل أعتقد أن أهداف الإسرائيلية واضحة ومحددة من وجهة نظرها عندما تتحدث عن تهديدات حقيقية تمثلها الجهاد وتحركات قادتها هي التي غيرت وخرقت مجرى الحياة الطبيعية حسب وصفي لابيد يعني لو أعطي للوسيط المصري أكثر هامشا لكي يتحرك لا كان من الممكن تجنب هذا التصعيد وهذه المعركة التي سوف تتواصل وتستمر أعتقد أن المسائل ستتحرج في قطاع غزة ولم تتوقف عند قصف ورد فعلا من صواريخ نحن نرى أن الأمور ستتصعد ونرى أن هناك تهديدات واضحة من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل لابيد وغانس وأيضا هناك رد اليوم سمعنا العمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخلة أنه لا خطوط حمراء وأن الجهاد سيارد وأن هناك الغرفة المشتركة التي فيها أيضا حماس ولكن حماس للآن غير من خارطة أستاذ فراس أي دلالات يحملها هذا هي أعطت للجهاد الإسلامي دور وعطت للوساطات دور أيضا لتلعب دورها في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكن هناك موقف من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة بأنه سيكون هناك رد والرد ستقرره الغرفة لذلك رأينا بعض الفصائل الصغيرة قد دخلت إلى المعركة وأعتقد أن الغرفة المشتركة وحماس تراقب الوضع في داخل غزة وإذا ما استمرت إسرائيل في عدوانها أو قصفت مواقع محددة أو ظهرت هناك إصابات كبيرة فأعتقد أن هناك سيكون تدخل من قبل حماس ما زال هناك إلى غاية اللحظة أستاذ فيرس أي مجال للاتصالات للمضيق قدما في الوسطة المصرية على سبيل المثال لدينا أيضا المبعوث الدولي يتحدث أنه لا مبرر لأي هجمة ضد المدنيين ويعبر عن قلقه لدينا أيضا اتصال من وزير الدفاع الأمريكي لسارع الاتصال بنظيره الإسرائيلي دون أي تفاصيل عن ما هي هذا هذه الاتصالات هل من شأنها تهديئة الأمور يعني حقيقة أنا لم أتوقع أن تقوم إسرائيل بعدوان على غزة خاصة أن الإقليميا لا يريدون تصعيد في المنطقة ولا دوليا يريدون تصعيد في منطقة الشرق الأوسط ولكن يبدو أن هناك ردود إسرائيلية ستكون على المفاوضات اللبنانية الأمريكية عبر الوساطة الأمريكية لن تعجب لبنان وبالتالي هم يستبقون الشمال بالهجوم على الجنوب وهم يريدون أن يروا إذا كانت هناك حماس سوف تتدخل وبالتالي تكون فرصة لديهم لإبعاد جبهة الجنوب عن جبهة الشمال والبدأ بالجبهة الضعيفة قبل أن تكون هناك تطورات على الجبهة الشمالية لابيد ذهب إلى الانتخابات ويريد أن يثبت للشارع الإسرائيلي أنه قادر وقوي وحازم في قراراته هو وغانس وبالتالي اتخذ قرار بتصفية شهيد تيسير الجعبري ولم ينظر إلى العواقب بعد ذلك لأن المعركة سوف تستمر ولا أعتقد أنها جولة لعدة أيام بل قد تطول هذه المرة أكثر مما حدث في معركة سيف القدس التي استمرت لـ 11 يوما نعم شكرا جزيلا لك من القدس الكاتب والباحث السياسي في راسي أغي